بسم الله الرحمن الرحيم حبات من التمر ثم تتناول كأس من عصير الرمان ثلاث أو أربع حبات من التمر صباحا ومساء وبعد أن تتناول هذه الحبات من التمر تشرب كأسا من عصير الرمان لأن الخبراء والباحثين وجدوا أن هذا المزيج يحوي كمية كبيرة من مضادات الأكسادة وفيه مواد مفيدة جدا للوقاية من تصلب الشرائين لتنظيم عمل القلب وللوقاية من النوبة القلبية القاتلة سبحان الله الله عز وجل ذكر أو أشار إلى أهمية هذين الغذائين يعني التمر والرمان في قوله تبارك وتعالى عن طعام أهل الجنة يوم القيامة عندما حدثنا عن الجنتين قال فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان وبالفعل إذا تأملنا هذه الدراسة العلمية نجد أن العلماء أيضا يقولون لك ينبغي أن تتناول بين هاتين الوجبتين صباحا ومساء بعضا من حبات الفاكهة على اختلاف أنواعها لأنها تحوي مضادات أكسادة مفيدة جدا لوقاية وسلامة القلب ولا نملك أيها الأحبة أمام هذه الحقيقة إلا أن نقول سبحان الله موسيقى موسيقى موسيقى